نفت رئاسة روسية وجود أي نية العقد اجتماع بين الرئيسين الروسي بلاديمير بوتين والأوكراني بلاديمير زلناسكي في الوقت الحالي وقال المتحدث باسم كريملين دماتري فيسكوف أن بوتين وزلناسكي لا يمكن أن يكتمع إلا بعد قيام المفاوضين من الجانبين بما يلزم هذا وقد توقفت المفاوضات بين موسكو وكياب منذ شهور إذ يلقي كل جانب باللوم على الآخر في عدم إحراز تقدم قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيدف أن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا بشروطها الخاصة محذرا من أن الغرب لديه خطة طويلة الأجل لتدمير روسيا على حد تعبيره وقال المسؤول الروسي أن موسكو تقوم بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وتحقق السلام بشروطها ووصف توسع حلف شمال الأسلنطية غربا وأزمة أوكرانيا بأنها جزء من محاولة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لتدمير روسيا على حد وصفه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أن خطر حدوث مواجهة النووية عاد للظهور بعد عقود دعيا الدول النووية إلى الالتزام بعدم البدء باستخدام هذه الأسلحة وقال جوتيريش أن أي هجوم على محطة نووية يعد عملا انتحاريا وذلك ردا على تقارير عن تجدد قصف بمحيط محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا والتي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا جاءت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة خلال مشاركته في إحياء ذكرى مروري 77 عاما على إلقاء أول قنبلة ذرية في العالم على مدينة هيروشيما اليابانية وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت محطة للطاقة النووية في مدينة زابوريجيا في السابع من أغسطس الماضي وقالت وزارة الدفاع الروسية أن القصف أصفر عن تدمير خط كهرباء على الطاقة مشيرة إلى أنه تم تقليل قدرة ووحدات بالمحطة لمنع حدوث أي خلال وفي سياق متصل أكد الكريملين أن الدول المؤثرة على أوكرانيا يجب أن تستخدم تأثيرها للضغط على أوكرانيا من أجل عدم قصف محطة زابوريجيا النووية قال مسؤولون أوكرانيون أن كييف شنت ضربات بعيدة المدى على قواعد عسكرية روسية وقسرين رأسيين على نهر ديمبيرو وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا قالت أن الضربات أصابت المعبرين الوحيدين لروسيا والمؤديين إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرتها في جنوب أوكرانيا وأشارت إلى أن نتائج الضربات مهمة نوعا ما إذا ما أصابت ديسري أنتوني فسكي وكاخوفسكي من جانبه قال نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون كيرال ستريموسوف قال أن الهجوم الذي استهدف ديسري أنتوني فسكي تم بصواريخ هيمارس الأمريكية وأضاف ستريموسوف أنه تم اعتراض معظم الصواريخ بواسطة نظام الدفاع الجوي الروسي مؤكدا أن العناصر الحاملة للجسر لم تتضرر وفي نهاية شهر يوليو الماضي تم حذر حركة المرور على جسري أنتوني فسكي بعد هجوم آخر شنته القوات الأوكرانية بسبب الأضرار التي لحقت بالجسر وكان من المقرر الانتهاء من إصلاح الأضرار هذا الأسبوع اتهمت بريطانيا روسيا بزرعي ألغام على خطوطها الدفاعية في منطقة دونباس بأوكرانيا وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا حاولت على الأرجح في دونسك وكراماتورسك استخدام ألغام من تراز بي أف أم وان وبي أف أم وان اس المضادة للأفراد مشيرة إلى أنها أسلحة عشوائية مثيرة للجدل استقبلت فنلندا عددا قياسيا من طالبي اللدوء إثر العملية الروسية في أوكرانيا فاق العدد المسجل في عام 2015 في خضم أزمة الهجرة وجاء في بيان صادر عن خدمة الهجرة الفنلندية أن نحو 35 ألف شخص فارين من أوكرانيا طلبوا حماية مؤقتة سلسهم من الأطفال وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تم تسجيل أكثر من 36 مليون لاجئين من أوكرانيا في أوروبا أكد وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا أن بلاده ستوصل ضمان استقرار الصادرات الغذائية إلى الشرق الأوسط وإفرقيا وأسيا في حال أوفت روسيا بالتزاماتها بمنبر الحبوب وشدد كوليبا على أن المسئولية الكاملة عن مواصلة تشغيل ممر الحبوب تقع على عاطق روسيا لفتا إلى أنه في حالة قيام روسيا بالتزاماتها فستستمر صادرات المواد الغذائية الأوكرانية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وأفرقيا وأسيا هذا وقد أبحرت سفينتان أخريان تحملان حبوبا من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في إطار اتفاق الاستئناف الصادرات البحرية الأوكرانية وتحمل السفينة التي غادرت من يوزني 11 ألف طن من فولوسويا إلى إيطاليا بينما تنقل السفينة أريزونا التي غادرت تشيرنومورتك أطنانا من الزرع في إطار الاتفاق الموقع بين موسكو وكييف الخاص بفك الحصار على صادرات الحبوب الأوكرانية أبحرت سفينتان أخريان تحملان الذرة وفول الصوية من ميناءين أوكرانيين على البحر الأسود بذلك ارتفع العدد الإجمالي للسفن الأوكرانية المحملة بالحبوب إلى عشر سفن منذ غادرت أول سفينة في إطار الاتفاق الموقع سفينة ساكورا التي غادرت ميناء يوزني الأوكراني تحمل 11 ألف طن من فول الصوية إلى إيطاليا بينما تنقل السفينة أريزونا التي غادرت تشيرنومورتك نحو 50 ألف طن من الذرة وفقا لوزير البنية التحتية الأوكراني أولوكزندر كوبراكوف فإن أحدث سفينتين غادرت ميناء يوزني وهو ثالث ميناء أوكراني مشمول بالاتفاق بدأ أخيرا يعمل في إطار المبادرة وبحسب المسؤول الأوكراني فإن فتح ميناء يوزني سيزيد طاقة صادرات أوكرانيا الإجمالية لما يصل إلى ثلاثة ملايين طن شهريا بينما كانت أوكرانيا تصدر في وقت السلم ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا من موانيها على البحر الأسود وساحل بحر آزور حتى الآن تم تصدير 243 ألف طن من الذرة من أوكرانيا في سبع سفن منذ مغادرة أول سفينة بموجب الاتفاق في الأول من أغسطس الجاري اشتركوا في القناة